مرحباً أهلاً وسهلاً إداعات إتخاديو معكم مباشرةً سيدي معكم مباشرةً في الحجر الصحي وحالة طوارئ الصحية بقياً عيشنا معكم في مقر إداعات إتخاديو من الأخبار ستكون تعرفوا لإداع المرسلات الإدارية عن بعد وكرة تأمين الصحي تحدث مكتب الضبط الإلكتروني سبيتو أس أس آش إر آ آ بوان إما عن الوكرة الوطنية للتأمين الصحي أنه قامت بإحداث وتفعيل خدمة مكتب الضبط الإلكتروني الذي أوصت به وكالة التنمية الرقمية أوضح الوكرة الوطنية للتأمين الصحي أن الخدمة أصبحت متاحة عبر أنوان الإلكتروني مبرزة أنها تمكن المرتفقين والمهنين والإدارات من إداع مرسلاتهم الإدارية عن بعد مقابل إشعار بالسلام رقمي سيمنح كلهم عبر هذه المنصة التي تديرها وكالة التنمية الرقمية وقلنا وعرفنا وعشنا أنه مهم الآن تستغلت الفرصة هذه وهذه الحاجة الصحية لداز باش بزاف الحواليش تقولي إلكترونية والتعاملات والأي حاجة تقدر تقولي إلكترونية تقولي إلكترونية الوحدي تديرها إلكترونيا إطلاق منظومة معلوماتية تمكن تلميذ من ولوج المجاني إلى منصة التعليم عن بعد تلميذ تيس وكادة تحميل الموارد الرقمية بدون ضرورة التوفر على رصيد أنترنت وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي تعزيزا لمبدأ تكافأ الفرص بين التلميذات والتلاميذ وتمكنهم من الاستفادة من جميع الدروس التي تقدمها المنصة وخاصة حصا حصا الدعم والتقوية والتحديل لإمتحانات البكالورية والتي أعطت الوزارة تلاقتها مؤخرا لجنة خاصة تعين الحافلات الجديدة التي ستجوب شوارع البيضاء قريبا لجنة خاصة تضم إيمان صبير رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء وممثلي شركة التنمية المحلية البيضاء للنقل وشركة ألزا البيضاء الشركة إيرزار بسخرات من أجل معينة الحافلات الأولى من الأسطول الجديد لحافلات البيضاء جماعة أرباب ومستغلي الحمامات تطالب وتدخل العاجل إنقاد وضعية القطع من الشلل قالت الجامعية الوطنية لجمعية أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب في بيين لها الحكومة بإدراج هذا القطاع ضمن لائحة القطاع التي ستعود لإستئناف عملها على غرار باقي الرشيطة التجارية والمهنية التي سمحها لها بالعودة للعمل وضفت أن استمار إغلاق الحمامات سيزيد من تعميق أزمة المهنيين وعجة المشتغلين بها وقالت الجامعة في بيين لها قطاع الحمامات يعاني من وضعية موزية زادت حدتها بعد التوقف من العمل بقرار من السلطات في إطار الإجراءات والتدابير المتخذة بخصوص على الطوارئ السحية وأضافت أنها من أكثر قطاعات تضروراً من جاهات كورونا حمام حمام البلد الله حضرت السلامه الله حضرت السلامه والله أسلوان الأصحابهم هاتوا بصحيبهم لابا كل شيء يطالب آه كل قطاع دي بدي يبندبه بشوية بشوية ودي طالب تعويضات طالب معاولة شنو غادي نديرو شنو غادي نديرو شنو غادي نديرو تبع الله تكونش خبارة السمانة هذه لجميع القطاعات كلها باش عارفوش غادي نديرو الميريكان نايدا في الميريكان شعلا عشان تبعاتوا ما تبعاتوا شوقها في الميريكان اللي وقعوا أنه واحد سمانة الفاتس سمانة الفاتس واحد البوليس وقفوا واحد سيد و ولاصين كينا كينا في المياه الفيديو كينا الفيديو كينا والفيديو صعيبة يشوفها يشوفها صعبة بزاف هاد السيد هادا اسمي تشو فلويد اسمي فلويد ياك فلويد اجزاكتما اسمي فلويد هاتي واحد تحت جاجات الكلية في الميريكان ومع الكورونا فيروس اللي عندهم وما بزاف عندهم رويلا هاد السيد هادا اللي وقع عليه هو أنه شدوه البوليس يحطوه في الأرض وبركوبة دير واحد بوليسي بركله لعنقو بركله لعنقو باش ما يتحركش انترفنشون موسكلي درجة أنه كان كيهو كي تسمى بحالفيديو كان بزاف فيديو هاد مصورين بزاف بايس بزاف لازنقل كانتو حالفيديو اللي كتشرح كل شي اللي كيقول لي أنا ما قدرش تنفس حتى قتلو تقتلو النفس حتى قتلو حتى أمات السيد مات اللي رحمو ودبا نضو الحتجاجات في أمريكان ونغير أمريكان تجدد تظاهرات في مختلف الولايات المتحدة الأمريكية الأحد فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض مقر رئيس أمريكي وسط الموجهات مع قوة الأمن ومام التساعة رقعت التظاهرات أعلنت ولاية فيرجينيا حالة طوارئ بينما تم فرض حضر تجول في العاصمة واشنطن من الساعة 11 مساء إلى السادسة صباحا واستدعاء الحرص الوطني وقالت عمدة مدينة سان فرانسيسكو بولايات كاليفورنيا أن حضرت الجوال المطبق من الساعة الثامنة مساء سيتم تمديده إلى أجل غير مسمى وسيتم توقيف الأشخاص الذين ينتهيكون وكشف وكشفت العمدة عمدة لندن بريد أن الحاكم غافي نيوثن وفق على إرسال نحو مئتين ضابط إضافي من وكالات أخرى ومروينك في المشي وضافت أنه كثير من قصري من بين المتظاهرين أيها الأباء إن أطفالكم إن أطفالكم وقال قائد شرطة بيل سكوت إنه تعطف مع رسالة احتجاجات سلمية وضاف بصفتي رجل أمريكي من أصل إفريقي أعتقد أنني أعرف أعرف ولا أرجح ما يشعروا بهم وضم الناس أنا أعرف طرفي المعادلة نشهد العنف في جميع أنهاء البلاد نشهد الحجاجات سلمية في جميع أنهاء البلاد نحن نسمعوك نحن نسمعوك وفقه ما وردت الصحيفة هذا شي أنا تروينا كبير كيف يريد أن يقول الفرصة والذي يدخلوا للمجازان والذي يشفروا شفنا الفيديو الباح نحن حاتيم غريبة جدا واحد يصور ناس اللي خارجين من مجازات سبرديلاش ويقول مش خليش انت وري وريش شخليش طبيعات واقعة فوضة سعيد أمزازي تشهد بلادنا اليوم في نهاية الأسبوع التالي 19 من ظهور جائحة كوفيد-19 انخفاضها مالحوضان في عدد الإصابات وفي الحالات الناشطة مما يبشر ببوادر اندتار هذا الوباء كل هذا بفضل التزام مواطنات ومواطنين بتدابي الحجر الصحي من الجهة ومن الجهة أخرى بتطبيق إجراءات وقعية احترازية التي أقرتها الحكومة تحت التوجيهات السباقية والمتبصرة لصاحب جل الله نصر الله وأيده نحن اليوم ملزمون لمواجهة الوباء والقضاء عليه في أقرب الأجال بمواصلة هذه الانخيرات الفعلية الجماعية دون كلل أو ملل وملزمون أيضا بعد الاستهانة به والامتتال على الوجه الأكمل وبمسؤولية لحالة الطورة الصحية باستحضار كل وسائل الحيطة والحضر ولسيما احترام الإجراءات الوقائية لكالنظافة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتقييد بكل حركات الحجيزية التي من شأنها أن تحدى من تفشيه وانتشاره روضعي الوبائية اليوم 31 مي البارح حسب معطيات وزارة الصحة مديرية علم الأوبي أو محاربة الأمراض نسبة تعافي 60.9% نسبة إيمات جوش 6.6% معدل حالات نشطة لكل 100 ألف نسمة 5.9% الحاجة التي كان اكتب وزارة التربية ويطنية ونطق بإسعوكم قبل تمديد الحالة الطورية الصحية كانت صواب لا ما أقلش تكتب حاجة لأنها قصن حدي ونرى المزا من السل الحاجة التي يخص الناس يكونوا عارفين ونسؤولكم واش أنتم عارفين 10 جوان ستكون النهاية للحجر الصحي والطورة الصحية ستبقى والاحتياطات ستبقى المعنى ديالو أنه خص نفهم واحد حاجة لا تسألناش لا تسألناش لا تسألناش لا تسألناش لا تسألناش لا تسألناش باقي خصنا ريوسنا واش المسألة هذه أنتم عارفين واش أنتم تعرفون وليدارين بكم النوتهما عارفين أنهم هتكين عند راسهم حال 10 جوان سابس لا لا بالعكس هيا فينا الذين بدأون تعلمون تعيشوا معه بطاعة القال التي تحمينا وتحمي أخرين هتكين واحد القصة التي تعود القصة مهمة جدا وهذه غير القصة نعود لكم إن شاء الله لن نقوش فيها عمرنا من نعيش هاش وأنه رفع الحضر جاء نتيجة الهاجة لتنشي الاقتصاد العالمي قبل أن يحصل الانهيار لدول كثيرة ولذلك ألقت الحكومات في هذا العالم بمسؤولية للشعوب فمن أرد حماية نفسه فليفعله ومن أرد العكس فسيلقي نصيبه من العناية بما توفر لولته من سرير وأطباء وأدوية فإن استجاب وتعافي فسينجو وإذا فجلت منعته فليس بيد الأطباء سوى إدراج إسميد منها قائمة الوفيات إذن رفع الحضر لا يعني العودة للمخارطة وإقامة الولائين والتجمعات فالفيروس القاتل ما زال في دروته والإصابات لما تتوقف لابد للبشرية أن تستفيدها من دروس التاريخ واستيعابها ففي عام 1918 ضربت الإنفلونزا الإسبانية العالم لمدة عامين وضربت ثلاثة موجات مخلفة 500 مليون مصاب وحوالي 50 مليون وفات وكانت معظم الوفيات في الموجات الثانية معظم الوفيات كانت في الموجات الثانية الله حضر السلام هذه قصة نعود لكم باش تفهمون بزيان عندما شعر الناس بالسوء هي لإجراءات الحجر الصحي والإبتعاد الاجتماعي قامت الحكومات برافل الحجر لأول مرة هذه الساعة في الثامين 18 فابتهج الناس دعونا لا نكرر التاريخ كورونا لم تسترخي ولم تموت بعد أطنسيون أطنسيون عندكم عندكم هذا هو معقول هذا هو رأسكم هذا هو رأسكم هذه المسألة وش أنتم ما وعين بها وش أنتم ما حسين بها حسنا أنا عندي الإحساس أنا والعكس مع الشراء صابي صابي نطلقو غلا غلا مش هنا فهمتين هذا هو الخطر الكبير هذا هو الخطر الكبير غني تكنوا معكم 05-30-30-30-30-30-30-30 يعني أنتم ما في الناس اللي دارين بكم في الموحيد ديلكم حيث ومن حاجة أخرى أو تاني نقول لكم صراحة كناس يقولوا خبار كناس يسمعون ناس يقعرفون ناس يقعرفوش اللي أرجع الحياة العادية جدا الإختلاط والإختلاط مع الناس المجولين وي واللي هم أو تاني بدوروا وما يمشوا يختلطوا مع ناس أخرين ويا غدا نعم معناس يقعرفوش والإختلاط وقالسين مع رأسيتهم في الدار بخير العراضات العراضات بدوا دك شي بدان كين يعني شنو دبوش وش وحد ناحية أخرى ما تقالتش غدي تدرن بعد عشرة جوانا لا ما زال ما زال ما زال غدي تنرب من عشرة جوانا لا ما زال والحتياطات المقاولات غسوم يديرو الجيل الماسكات الحماية وخا ما زال ما زال خروج صراحة ناحية مكانين دبوشت السؤال وش حنا اللي زايدين فيه ولا الناس اللي عارفين نحنا ما عارفينش أنا بيني وبين كنتي ساجي دو سنتي وصحة مع مري تنقصيدير شي مزور لشي بريكوش بإن زايد فيه بالعكس يعني شحال محمي تراصي وبروتاجي تراصي شحال مجموص وسيكوريتي وتنحس براسي مرتاح أنا يسوفي بحيط بارك شوية موسوس يعني يسوفي أنا ينقصي شي براسة قصة شي واحد مني ولا دا قدر ما يدنيش نعسل للكامل فمتي ونك حبيش شوية نقول أوا يا كما فمتي دو كين على حساب الناس كين الناس اللي يعني ما ما نعرف وش ما تخافوش وش نحن با كونس دانجي كين من ناس واش حداز شهرين وما وقع لموالو تقول كده شهرين هذه وانا كنت نخرج وما تنذيك الكمامة مزين وما وقع لي ولو أعلى تتوقع لي شي حاجة لخص يعرف الإنسان بان نحن يمكن لو يوقع في أي وق ولي موش كلمة تنعود نقول ها أن الأعراض ما تتبنش فيك يعني أنت رقص وغات خلق واحد جوش أنواع دي الناس جوش أنواع لها يكون كي النوع اللي كيد الكمامة كيد دراسو ما يقرب الناس و يخلع لها قرب لي شوعة أنا ما هذا أنا ما هذا مثلا عندي هنا خمسة الناس اللي عندي فهم التقى في المسألة هذي آه عندي فهم التقى كنقول عندي فهم يعني قال غادي يقرب لي يخسي يقرب ماس دي يخسي ماس جدا حمي غاسو يحمي لا صراحة ما غا يحمي أنا خسي و يحمي نيا من هو كين نوع اللي غادي يطبق المسائل و كين نوع اللي ما مصوقش ياك ما مصوقش الماس ما لابش هانية ثم ما كين مشكل و قلتي انت يا حاتيم وأنه يقول أنا هادي شهرين و أنا موقع لي و لابش يبق لي دابا مكين مشكل وكن أخويا الحرية اي الحرية والاختيار الحرية دي انا الحرية دي كنت كتوقف في الحدود الحرية دي انا بي انزل ما سنست قطع ليا انا هاد لابش باس كون ني كون كي لكن انا انا مغير بار عنا الموني في اتا و شربناها مالش نعم وما مالش نعم لكن هذا ممكن انت تحسر لها حل الوحيد الذي يبقى هو انت حضيرك في الأول كنت نعم جيد كل شي كان يتخوف لانه كان يشوف الفجائع التي كانوا يوقعون في هذه دول وحدين خرين من بعد لانك اللحظة لان ناس و التي تسيطر عليهم ذلك الفكرة هذه موقع والو هذا موقع والو ورمكين والو وكل يعتقد لانه أفضل بكيش كارت كورونا و لانك اللحظ وبعض التصرفات وبعض السلوكيات التي لن تسأدي بنا شي مزيانة في حين ان هذه الفترة هذه الفترة التي نعم نعم نحن نكون فيها أكتر حزم وأكتر وعي بخطرات الوضع لأن هذه الفترة التي نقدرها هي إما نحسن كما نحسن الماضي الصالح ولا تحسن ضدنا الحمد لله موقع اليام الأخري نيات بات المسألة هذه الحالات قلاله الحمد لله صحيح نصيحة ما لك نقدر نقول أنه نشيل دي جوان فأفيد جاء يخرج أصور الأخري ونقبل ما فرمنا بدنا اجتب لنكمل دي جوان بدينا اجتب لنكمل يمل يضح يطر لنكمل دي وزارة الصحة كما لنكمل در الحجة الصحية في العشر بسبب احتمال ظهور بؤر مرتبطة بالتجمعات الميانية والمجتمعات المغلقة والتطور المنعرج للوباء ما يعني حسب وزارة تدفق المرتقب للمواطنين طلباً للعلاج والرعاية الصحية خلال فترات مبادل العزل الصحي وقال تلك الأحداث المغربية وزارة متخوفة خلال أيام مقبلة من النقابلية العالية للانتقال الفيروس والنسبة غير معروفة للحالات عدمة الأعراض قمت بشكل صعب ماذا فرين؟ تبا فقيد بشكل صحيح ما حقيت؟ أبقيت هذا الآلة ماذا فرين؟ لا نفعل محاولة التفهم ما بعد أن نفذ الحاجة الصحية، وقرأت تفهم هذا الحال النفسي نحن نفكر نفس الرجل شن من المسائل اللي قدروا يطروع للحالة النفسية ديالك ولقيت لأنه وهادي واحد المسائل مو الدورة كانت خمفة ديالك شن هي المسائل اللي يما كتجعلك تكون فرحان بزاف فرحان شوية عادي مقلق متوتر منرفز باغي تضارب باغي باغي تتعير باغي شي حاجة حيث كنا نحن كنات حالة نفسية ما كنا باغي شي حاجة و أخي بحاجة و أخي بحالة نفسية هي فاش ما كتعرف شن راسك شنو باغي ما ديكي يا ما ديكي الماكسيمون ديال روينة ما عارفوالو علاش طالك تتمولي علاش فرحان باغي علاش فرحان تنيهان يا وخا ما تعرفش لغي يزون قولو وانا كنت الحاجة كتلعبلي وفات القادية وانا من برج جوزاء ايبو شنو الخاصية ديالكم كانت تقلبوها بوحدنا ككونوا غادي نترون كيل بخير لأمور بي خير مدووز نهار بي خير تقول نار كتقل كتسما نقشة كتدور لك النقشة كتولي في حالة وحدة وخراها بوحدك ومتبراسك ما عارفوش علاش وفهمتش ملش يدور داك النقشة ما عمري ما فهمتها و لكن المأسة اللي عارفتو أنه بالحالة نفسية كيدا عباليه حاجة مهمة أنا ما عارسي ما عارسكي نخمم حيث حاولت نفهم المسألة عادي كينجوش هويش مدد ديك خاصة شي حاجة الماء المكلة السخونية درجة حرارة و لا فيك شي حاجة خاصة تخرج منك في جميع الميالات حيث تقدر قاعد تكون غير لابس مثلا تكون لابس شي فردة و عندك شي حاجة صغيرة و ردخيك في ديك الفردة تصبات و هي مبرستك و انت ما عارف ش راسك بهيلي مقلقك يعني خاصة في الشوقها في الحالة هذه ديك تخمم تفكر مجيان تقول شنو خاصة سنية Ornefa وبعمراتك تاقرا مثلا مفترتيش مزيان ولما مفترتيج جزيغا ولتعطلت يرغبا ولما شربش الماء ديك النار هذه اللقاح ديك التعب فيزيك مثلا ديك المفترتيش تويوم و ملك الانيرجي تصير لك أوتين تكون خاصة كضينات خاصة كالمانيزيوم خاصة كشي حاجة خاصة كتركز و فش تاكوبة ديك الحالة ديك الصلابة هل تقدر إطرلك العوامل الخارجية؟ ما أسمعك؟ أو ما تريد أن تقولها؟ أنا أظن أنه أول ما يقدر إطر فيها هو العالم الخارجي مثلاً حلقة مع راسي مثلاً يمكن أن تنقلب على راسي حيث لا تلقاه هاش يكون حلقة عجلية أو شي شيء يتنقلب على الحل كيف أن نخرج منها أنا عارف راسي ذي في ذلك السيتيواتي كيف تفكر شي حاجة تفرحني شي حويش بحركة لان قدر يخرجوني شي شوية من ذاك الحالة حيث حنا رأى إنسان عادي حال وحوال يعني لان تقدر دوز الصباح وانت ضحك وانت باكي والساعة شو يوقعت انت حاديما خممت بشي حاجة حاولت تفهم شي حاجة؟ حاولت انا اصلا هكا دو ناتور يعني امري مقاب وحدي ولا صوليتود وكل شي وسميت واني خممت بزاف لز انتراكشون صوصيار ما بين الناس كل شي كيفاش هذي قدروا يتبدلوا من بعد وفهمت ان ان باش تحمي راسك من تأثير ديال الغير صعيبة بزاف خصك واحد اللي هو كبير وتكونت تعرف راسك انت هيش نوم الحويج اللي كي قلت لك يخرجوك من ذاك الحالة فهمت صافي جير واحد ساقلتي خصك متلا تفرغ تحسب شي حاجة فيك خصك تفرغ يفو فيغ متلا في فيغ دوز بور ولا تطبي دون زان ساك ولا تضرب شي جريا ولا شي حاجة مثلا سي بلو سا يدفو فكرت وشي علاقات كانوا عندي مكتلك الانتراكشون سوسيال ساك الواحد خطرات تكون بخير علاقاتك مع واحد الناس مزيانة وكل شي واني يلسف في ان هي واحد الحاجة اللي هي صغيرة اللي انت تتو لم يتخيز با والاخورتاويل اللي لم يتخيز با وتقدر تديكم الواحد الجوية اللي هو مبعاد جدا الوحكو إلا عندك الوقت تدير واحد البوز فيت في ذاك اللي قطبق ديرونك تيت ريفليكشون بغير غير انا شنو اللي جعلني انا نولي فاتل ايطا شنو مكني ندير باش واش سافو فراما لابن وهي لرجعت فاتل ايطا اسكو ساوا با امبيري لشوز كتر مكتر 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 اه تتحاول تبرد بيانسور كتبوز كتحت كل شي مزيانة مزيانة القديقات يرجع شوية اللور يشوف اومار مزيان يشوف اوماره تلتمية و تلتمية و ستين مرحبا بكم في هذا الحديث الفلسفي البسيكولوجي لا اداعي اتخاذيو اعطونا انتوما يقولنا شنين حاجة اللي فكرتوا فيها اللي خمتوا فيها شنين حاجة اللي حاولتوا تفهمها فيكم انتوما في الناس اللي دارين فيكم في المحيط اللي دارين بكم وحاول الفهم مهمة جدا انك تحاول تفهم راسك وتحاول تفهم الناس اخرين اه طبيعي ولان نحن الانسان كيتأثر وكيأثر لانه منفاتح على المحيط دياله فطبيعي اي حاجة تأثر في النفسية دياله واي حاجة هو كيأثر فيها شعر شي ساعتي اللي كنتين مثلا لك الزاف الحل دباء انا بزاف الأوقات وكتغت مغرب بزاف الحوائي يجيكي وقعو كنحسبون كيأثر فيها انتلاقا من اللي كنتين انت بخلق حسنا كنحسب راسي مقلقة حالي كانت سعادة ولكن كان عرفقنا شطرات قلت انا كنحسب راسي بخير وهيكا المحيط ما قلت المحيط كيأثر كيأثر على النفسية الانسان قد ما حاول الانساني بعد لانه شي نيجاتي قد من ديال الاختماد احنا علاقات انسانية لا باز لا باز علاقات انسانية مهمتي فش شنو حاول دي تفهميش شنو حاول دي تفهميش مثلا فش بدينا في الكون فيلم وكيفاش الناس بدأوا كيمشي ولي سيبار مغشي ويزودك شي بسف وفوحد الوقت انا نقول انتبالي هاد شغيل في المغرب فتبين انه هاد في عالمي مني شفنا الفيديوهات في الدول اخرى كيفاش حتى هم خيفين وكيفاش حتى هم مشوا وكيجروا باشي باشي يجمعوا بزافة المنتجات وهذا فقط ان الانسان دائما صراع من اجل البقاء وعلى قبل هذه المسألة هذه مستعدية لأي حاجة